ترأست سعادة الأستاذة فائقة بن سعيد الصالح وزيرة الصحة وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال الدورة العادية خمسة الرابعة والخمسين لمجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي والمنعقدة بشكل استثنائي وذلك افتراضيا عبر تقنية الاتصال المرئي خلال الجلسة أشارت سعادة وزيرة الصحة إلى زيادة المسئولية تجاه همية الأمن الصحي وتعزيز جهود الاستجابة لمكافحة الأمراض السارية مبينة خلال فترة ترأسها للدورة السابقة وبدعم من الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب تم السعي على تكثيف الجهود لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس لا سيما تلك المرتبطة بموجهة جائحة قافية 19 منوهة بهمية التركيز على الدروس المستفادة والمعوقات التي وجهتها الدول العربية في إدارتها لهذه الجائحة وذلك من خلال المشاركة بالخطط والتجارب الناجحة لمواجهتها وأهمية تعزيز الأنظمة الصحية المستدامة في الدول العربية من خلال التركيز على تطوير أنظمة البحوث العلمية الطبية بصورة عامة والوبائية بصورة خاصة وتطوير قدرات الدول العربية في مجال صناعة الأدوية واللقاحات والمعدات الطبية والوقائية خلال الاجتماع تم التباحث حول تداعيات جائحة كورونا المستجد على المنطقة العربية في المجال الصحي والتعاون العربي الصيني في المجال الصحي وكذلك التعاون العربي الأمريكي لمواجهة جائحة فيروس كورونا وتم عرض القرارات الختامية والتي أكدت على تعزيز العمل العربي المشترك المبني على منهجية واضحة في التعامل مع هذا المرض وتطبيق الإجراءات الوقائية التي من شأنها تقليل نسب الإصابة